السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكل المتابعين قناة The Best مسلوبنا وفيديو جديد ومنجدة جديدة ومطالبة بخفض تنصيق القبول للسنوي العام إحنا يعني تقريباً في عدل في التنازلي عشان نوقف موضوع المنجدة والمطالبة وطبعاً بنرجو من الله سبحانه وتعالى وطمعنين في القرم المحافظين إنهم يحققوا رغبة أبنائنا في الالتحاق بالسنوي العام بعد التعليقات اللي جات لنا والهاشتاجات بالمطالبة بخفض تنصيق القبول للسنوي العام أول تعليق معنا الغربية الغربية لازم تنزل لمتين وخمسين تنسيق محافظة الغربية طبعاً إحنا بنناشد محافظة الغربية لأن المحافظة الغربية فعلاً تنسيق عالي والطلبت مني كتير إن أتكلم عنها آآ يعني أولياء الأمور والطلاب قالوا لي يا ميس لو سمحت يتكلمي عن الغربية فأنا آآ زي ما قلت لكم أنا بتكلم عن كل المحافظات بس لما بيجي تعليق على وجه الخصوص فببتدي أتكلم عن المحافظة آآ بتاعته لكن عمتاً كل الفيديوهات اللي أنا بنزلها بتكون مناشدة ومطالبة لجميع المحافظات يعني مش محافظة دون أخرى فاحنا بنطالب ونناشد محافظة الغربية بخفض تنصيق القبول للسنوي العام فيه كمان تعليق تاني معنا تنسيق بنسويف لازم ينزل درجتين حرام أنا وقفة على درجة طبعاً أنا فعلاً بجد يعني بيحز في نفسي جداً لما تكون درجات بسيطة قوي هي اللي بتبقى آآ فاصل ما بين إن الطالب يقدر يدخل سنوي عام فاحنا طبعاً بنناشد المسؤولين برفع الدرجات البسيطة رقفة بأولياء الأمور وتخفيف العبق عليهم بالنسبة للمصاريف فيه كمان آآ محافظة الدقة هلية آآ هشتاج المسوافة تنزيل التنسيق التعليم من حق الجميع هو حقيقي فعلاً لكن طبعاً صعب جداً إنه هما يعملوا التنسيق آآ متساوي في جميع المحافظات وده ده نتيجة طبعاً لأن الكسافة الطلابية في كل محافظة بتكون مختلفة فبالتالي مش هينفع آآ حكاية إنه إحنا آآ التنسيق يكون متساوي لآآ جميع المحافظات ولكن إحنا يعني بنناشد إن المحافظات اللي كانت تنسيقها عالي وما نزلتش أو حتى نزلت درجات قليلة يعني طمعانين فكرة من المحافظين إنه هما كمان ينزلون مرحلة فبنناشد محافظ الدقة أهلية بخفض تنسيق القبول فيه كمان معنا تعليق من جيرجس فوزي أرجوكي أرجوكي يا ميسي تكلمي عن تنسيق القليوبية ينزل لمتين واربعين أنا لسه متكلمة حاضر يا جيرجس وهقول تاني بنناشد محافظ القليوبية بخفض تنسيق القبول يعني رجاءً ليه رأفة ليه أو ليه الأمور واستجابة ليه رقبات أبنائهم في الالتحاق بالثنوي العام يعني إحنا الظروف الحالية اللي بنمر بيها وما زلنا فيها من انتشار فيروس كورونا المستجد أثر علينا كتير جداً في الترمي التاني بالنسبة طبعاً للأبحاث والدرجات النهائية اللي الولايات حصلوا عليها فده طبعاً أثر وده اللي خلى التنسيق عالي في أغلب المحافظات فإحنا يعني بنقول للمسؤولين يعني يراعوا النقطة دي وحطة الكسافة الطلابية حتى لو إحنا يعني مش هنحضر وهم عاملين حسابهم من لازم يكون الفصل ليه عدد محدد فيعني يتجاوزوا شوية ويقللوا بما إننا إن شاء الله العامل دراسي الجديد المقبل مش هيكون في حضور للمرحلة السنوية فإحنا بنعمل علينا وبنعمل الهاشتاجات والمطالبة وربنا المستعين فيه كمان معنا تعليق من تنسيق محافظة الجيزة يارب تنزل ثلاث درجات بنوناشط محافظة الجيزة الجيزة إحنا مستنين يعني مستنينها كتير أو يتأخرت علينا أوي الجيزة إحنا كانت من المحافظات المتوقعة زي القاهرة والأسكندرية ولكن برضو إحنا مش هنفقد الأمل وحننظل مستمرين برضو في المطالبة والهاشتاج بخفض التنسيق لعلة وعسى يعني دعاءنا يعني إن شاء الله يستجاب ومحافظ الجيزة يسرع في استجابة أولياء الأمور فيه كمان الأسكندرية يارب تنزل ثلاث درجات الأسكندرية إحنا برضو منوناشط محافظ الأسكندرية معناها نزلت بدرجات كويسة بس مفيش مانع لو فيه إمكانية علشان لو فيه باقي طلاب فضل لهم درجات بسيطة يقدروا يلتحقوا بالتعليم الثانوي كمان تنسيق الدقاهلية اتكلمنا عنه البحيرة البحيرة برضو من المحافظات اللي طلبت مني كتير جدا 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 وهي تنسيقها برضو عالي فاحنا برضو بنناشط محافظ البحيرة بخفض تنسيق القبول للثانوي العام تحقيق اللي رغبة أبنائنا في الالتحاق بالتعليم الثانوي فيه كمان تعليق من محمد سامي بيقول يا جماعة الجيزة أن راح الإدارة يوم الأربع اللي عاوز يجي معايا يكتب تعليق عشان والله ما عاد فيه وقت هو حقيقي فعلا كلام محمد مظبوط ان احنا في عد تنازلي علشان نحسن بقى موقف التنسيقات ونوقف المطالبة والمناشدة بخفض التنسيق فياريت تتعاونوا مع بعض كأولياء أمور أو كطلبة ولو في حد من محافظة الجيزة ويقدر يتعاون مع محمد سامي ويكتب في التعليقات وتستنوا بعضك وتتجمعوا لأن كلما العدد الأولياء الأمور يعني كان كبير علشان المناشدة والمطالبة فأكيد طبعا ده بيساعد أكتر في وصول صوتنا للمسؤولين والدليل على كلامي أن كل إعلان أو بيان بخفض التنسيق القبول بيكون في الالتباجة بتاعت استجابة لرغبة أولياء الأمور يعني لولا أن أولياء الأمور هي اللي بتناشد وبتطالب وبترجو من المحافظين خفض التنسيق ما كانش في أي حد يعني حيحاول أن هو ينزل حاجة وعشان كده احنا مستمرين معاكم وبندم صوتين لصوتكم يعني منجدة المحافظين والمسؤولين بخفض تنسيق القبول للسنوي العام وحضراتكم كأولياء أمور وكطلبة تعاونوا مع بعض واستمروا في تفعيل الهاشتاج ما توقفوش لحد آخر وقت لحد آخر وقت حنستمر في تفعيل الهاشتاج واكتبوا لي تحت في التعليقات هاشتاج باسم المحافظة وفضلكم كام درجة للالتحق بالسنوي العام وياريت ياريت اللي التحق بالسنوي العام برضو يعملوا لايك على الفيديو عشان يساعدوا غيرهم من الطلاب إن هم يلتحقوا لأن الفيديو لو وصل أو تصدر اليوتيوب حيتشاف وبالتالي حيتسمع صوتنا وأنا طبعا الفيديوهات اللي من النوع ده يعني أنا بعملها نوع من المساعدة لطلبنا والأولياء الأمور فياريت كلنا نتعاون مع بعض عشان نحقق رغبة أبنائنا في الالتحق بالسنوي العام وفي الختام في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته